بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في هذا الفيديو والذي سنكمل فيه حل المعادلات لكن مع استعمال التحليل إلى جداء عاملين ركز جيدا معي استعمال التحليل إلى جداء عاملين في كثير من الأحيان لا ينفعنا استعمال النشر لذا نحتاج إلى تعلم التحليل إلى جداء عامليني حتى نحل المعادلة نعلم أن التحليل هو عكس النشر أي كتابة مجموع أو فرق على شكل جداء عاملين عادة يكون هذين العاملين هما قوسان مهم جدا فهم هذا التعريف بعدما نحلل العبارة تصبح من الشكل ax زائد b في cx زائد d أي جداء قوسين مع a و b و c و d أعداد حقيقية أي قد تكون أعداد طبيعية أو أعداد نشبية أو أعداد ناطقة أو أعداد جذرية أي عدد تعرفه قادر يكون داخل هذه الأقواس و ممكن يكون أيضا سفر في هذه الحالة بعد التحليل تصبح المعادلة من الشكل ax زائد b في cx زائد d تساوي السفر وتسمى بمعادلة الجداء المعدوم أي جداء قوسين واحد فيهم يكون يساوي السفر ناتج يكون يساوي السفر إذن حتى نجد أن أحد هذين القوسين يساوي السفر نحل معادلتين المعادلة الأولى هي ax زائد b تساوي السفر والمعادلة الثانية هي cx زائد d تساوي السفر هذا كله عبارة عن شرح لقوانين أما الأمثلة التي بين أيدينا هي التي ستساعدنا على الفهم كنا قد تطرقنا إلى التحليل سأقوم باستخدامه الآن وما أن يريد أن يفهم أكثر يرجع لفيديوهات التحليل فالتحليل كنا نستخدمه إما خاصية توزيع أو متطافقات أشهيرة نبدأ بأول معادلة 6x زائد 4 ناقص قوس 3x زائد 2 في قوس ناقص 1 ناقص x تساوي السفر هذه معادلة لماذا؟ لأن فيها مساواة الطرف الأيصر عبارة والطرف الأيمن سفر إذن نلاحظ أن الطرف الأيصر ليس عبارة بسيطة أيضا لا يمكن نشر لو تنشر هذين القوسين ستصبح معادلة من الدرجة الثانية أي x مربع إذن في هذه الحالة هذه المعادلات هي التي تعطى لكم في شهادة التعليم المتوسط وعندك طريقة تاني للتحليل خاصية التوزيع أو المتطابقة الشهيرة وحتى نعلم ما الذي سنستخدمه نلاحظ أن الطرف الأيصر هو عبارة فرق لماذا عبارة فرق؟ لاحظ معي لدينا هنا ناقص هي التي تفصل ما بين العبارة الأولى أو الجزء الأول والجزء الثاني أي أن هذه المعادلة هي معادلة فرق الجزء الأول منشور والجزء الثاني هو أقواس الآن هدفنا ماذا؟ هدفنا أن نرجع الجزء الأول إلى أقواس أي تحليل من الملاحظ أن الجزء المنشور هذا يتكون من حدين أي أنه ليس المتطابقة الأولى ولا الثانية وأيضا ليس المتطابقة الثالثة يجب أن ندرك هذا من خلال المراجعة أعطي لك هذا المثال ترسخه في أقلك بعدها تطبقه في أمثلة مشابه لاحظ ستة إكس زائد أربعة نلاحظ أن الستة والأربعة يوجد عامل مشترك بينهتهم وهو القاسم المشترك الأكبر بين ستة وأربعة البي جي سي دي بين ستة وأربعة هو اثنين أي لدينا اثنين هو العامل المشترك في ثلاثة إكس زائد اثنان هذه ثلاثة إكس زائد اثنان أرجع لشرح التحليل حتى تفهمها باستعمال العامل المشترك ثم ناقص الجداء ثلاثة إكس زائد اثنان في ناقص واحد ناقص إكس تساوي السفر لا أنسى تساوي السفر لأنها معادلة الآن بعد ما قمت بتحليل هذه العبارة المنشورة إلى خاصية التوزيع الآن يظهر لي أن العامل المشترك هو ثلاثة إكس زائد اثنان منه ومنه نأخذه كعامل مشترك ثم نفتح عارضة ونغلق العارضة ونضع تساوي السفر ماذا أضع بين العارضتين كنت قد شرحت ذلك سابقا أضع ما تبقى باللون الأسود أي ثنين ناقص القوس ناقص واحد ناقص إكس بعدها أقوم بتبسيط هذه العبارة لدينا هنا اثنان ثم ناقص هذه تؤثر على القوس أي تؤثر على الحدود ناقص ناقص زائد واحد ناقص ناقص إكس زائد إكس تساوي الصفر بعدها لدينا ثلاثة إكس زائد اثنان في ثنين زائد واحد ثلاثة والإكس يبقى كما هو لا يوجد حرف آخر أبسطه معه إذن في هذه الحالة يبقى إكس كما هو تساوي الصفر الآن ماذا فعلت قمت بالتحليل إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى أي في هذه الحالة أصبحت معادلة جداء معدوم لحل معادلة جداء معدوم الأمر بسيط نحل معادلتين إما هذا يساوي الصفر لماذا؟ ما يكون الناتش يساوي الصفر أو هذا يساوي الصفر وحدة فيه إذن أكتب المعادلة الأولى ثلاثة إكس زائد إثنان تساوي الصفر أو ثلاثة زائد إكس تساوي الصفر شرحت لماذا أو؟ يا إما هذه إذا كنت تساوي الصفر الصفر في القوس صفر أو القوس الثاني يساوي الصفر معناتها نضرب في القوس الأول على ثلاثة وحدة فيهم إذا ساوت صفر تحقت المعادلة جداء معدوم نحول كل معادلة لوحدها لدينا ثلاثة إكس زائد إثنان تساوي الصفر هذه الزائد إثنان تروح بالجهة الأخرى مع تغيير الإشارة أي ثلاثة إكس تساوي ناقص إثنان أقسم من هنا على ثلاثة أقسم من هنا على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة أي في هذه الحالة إكس تساوي ناقص إثنان على ثلاثة هذا فيما يخص المعادلة الأولى أذهب إلى المعادلة الثانية أأخذ الزائد الثلاثة إلى الجهة الأخرى مع تغيير الإشارة تصبح ناقص ثلاثة أكتب إكس تساوي ناقص ثلاثة إذن في الأخير أكتب للمعادلة حلاني هما إكس يساوي ناقص ثلاثة أو إكس يساوي ناقص اثنين على ثلاثة وحدة فيهم أو تساوي ناقص ثلاثة